وشاهدين رجعنا لكم من جديد وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معي في الستوديو الدكتورة نوال شعبون سيدة دلانية أولى من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومعي كذلك الدكتورة دلال الرميح استشاري الغدد الصماء والسكر بمستشفى الملك حمد الجامعي أهلا وسهلا فيكم أبتدي معك دكتورة نوال طبعا الرقابة مهم فيما يخص هذه الأمور خصوصا ما يتعلق بالعققير وما يتعلق بوجود هذه الأدوية وانتشارها بهذا الشكل يعني في كثير من الجوانب وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي نحن بنتكلم عن دور الهيئة في الرقابة فيما يتعلق بهذا الموضوع عموبا المنشطات فيه نوعين من المنشطات عندنا يعني بشكل عامل يستعمل الآن فيه هي قسمة القسمة الأولة هي أدوية يعني تصرح كدواء ويستعمل كدواء وفي النوع الثاني الشقة الثانية هي تسمى منشطات وتروت كمنشطات الشقة الأولة هي المسفولة عنها لهيئة القسمة الثانية يعني هي أساسا تصنع كمنشطات رياضية وليس كأدوية يعني ما لها أي مبرر علاجي وليستعمل كعلاج الجزء الأولى المصرح له مصرح كدواء كعلاج فتكون تصريحها بالاستيراد عن طريق صيدليات مرخصة ويكون عندها ترخيص استيراد نحن عندنا نوعين من الصيدليات الصيدلية مستوردة والصيدلية غير مستوردة فلازم تكون الصيدلية مستوردة ويكون الدواء مسجل وليس فقط تسجيلها بعد تسجيلها كل الشحنة يفسح عنها لازم بتصريح من الهيئة بتصريح مصفق قبل الاستيراد وبعد ما توزع على الصيدليات بعد انتابعها كميات التي تدخل في كل الصيدلية عدد الوصفات التي صرفت وعدد المرضى التي صرفت لهم الأدوية وتسجل أسمائهم وكميات والطبيب الذي وصف الوصفة ممتاز انتقلتش دكتورة دلال لعبة كمال الأجسام يعني لو بنتكلم عن العقاقير التي تم استخدامها في هذه اللعبة ما هي تحديدا؟ هذه المواد التي تستخدم هي عقارات مثل ما تفضلت الدكتورة هي مصرحة كأدوية هرمونات تستخدم علاجيا لحالات معينة مثلا ضعف النمو نعطيهم هرمون نمو في ناس عندهم نقص في هرمون الذكورة تستوستيرون ممكن نصرفه ولكن يساء استخدامها فتستخدم من قبل بعض الرياضيين لتحفيز نمو العضل ونمو العضل نحب تحتها خط بشكل سريع بجرعات كبيرة بجرعات غير اللي نستخدمها عادة في الأسباب العلاجية وأيضا يستخدمونها لأنها تزيد مقاقة كفاءة العضلات تحرق الدهون فتعطيهم الجسم اللي يطمحون له بشكل سريع ولكن استخدامها خطر جدا جدا على المدى البعيد أحيانا في ناس عندهم هوس بالجسد فيتبعون هذه الطرق السريع على الوصول إلى غاية معينة ولكن ما يحطون في بالها منها هرمونات استخدمت أساسا لأهداف طبية والآن تستخدمها بأسباب غير طبية لتحفيز صورة معينة للجسد وكفاءة وهي محظورة دوليا من ناحية الرياضية يعني المؤسسات الرياضية لما تفحص اللاعبين قبل هذه المسابقات تستثنيهم إذا كانوا يستخدمون بعض هذه الهرمونات وهي كثيرة منها هرمون النمو هرمون الذكورة وهو التستستيرون مشتقاته مثل أندرستين دايون في بعضهم يأخذون أشياء مثل كرياتين إيريثروبويتين وهو محفز كرات الدم الحمراء وممكن حتى ندرج تحتها مواد أصلا هي مب مرخصة كما تفضلت الدكتورة هي أصلا مب أدوية منها حتى مشروبات طاقة وغيرها بس أنها تعطي دفعة طاقة وتعطي بناء سريع للعذر حتى بعضهم يستخدمون هرمون الإنسولين وغيرها ذكرت نقطة جدا مهمة دكتورة أنه يمكن أغلب الشباب يعني يتجهون للحلول السريعة ولكن يمكن ما يركزون على المضاعفات ويمكن خلي نقول يمكن الآثار الجانبية التي ستطلع هي لا تطلع في سنة أو سنتين لكن ستطلع على مستوى بعيد أكيد دكتورة نوال ما هي الإجراءات المتخذة لكي يتأكدون من سلامة الدواء عادة طبعا نحن الاستيراد يكون عن طريق لازم يكون أولا نسجل المصنع نفسه بعدين المنتج عشان يستجل فيه كم من الأوراق تطلب مثلا ترخيصها ببلد المنشع نشترط أنه يكون تسوق في بلد المنشع سنة قبل استيراده نتأكد من جودة الدواء يحلل قبل تصريح بتسجيله لما يكون مثلا فيه أدوية خاصة مثلا أدوية الدواء المستشفيات كل شحنة تحلل وغير طبعا مثلا ما قلنا فيه أدوية التي تحتاجها هي تكون خاطعة لرقابة نتأكد من عدد الوصفات الطبيب اللي وصف كمية اللي وصفها يعني هناك فيه رقابة دقيقة على كل شيء على الدواء واسم الطبيب اللي يعني وكتب الوصفة والأعدال الموجودة والصيدليات هذا معنى هناك يعني فيه رقابة شديدة حتى المخالفين تحول لجان تأديب وفيه قضايا حولت للنيابة ممتاز دكتورة دلال نبي نعرف شنو أضرار هذه الهرمونات هرمونات بروتين كمال الأجسام أو اللي تستخدم لكمال الأجسام شنو هي المضار سؤال جدا مهم لأن مهم الشباب يكون وعين للمضار المضار منها إشياء تطلع سريعا ولكن الأهم منها والأخطر تظهر بعد سنوات أو حتى بعد شهور من استخدام هذه الأدوية واتفاوت المضار الجانبية حسب المادة المستخدمة من ناحية العقاقير هذه اللي تستخدم مثلا إذا تكلمنا عن هرمون التستوستيرون وعلى فكرة هرمون التستوستيرون هرمون ذكوره ولكن ليس مقتصر أخذه على الذكور في إناث أيضا يأخذون هرمون التستوستيرون لبناء عضل يشكلون الجسم بطريقة أفضل فهرمون التستوستيرون بشكل عام ممكن يسبب احتباس للسوائل في الجسد زيادة كرات الدم الحمراء كرات الدم الحمراء هي زيد الهيموغلوبين تزيد المفرض لنسبة طبيعية إذا زادت وزادت ممكن حتى التجلطات تصير في الدم وريدية أو شريانية أو حتى ذبحات صدرية بعيد الشار أو دماغية ممكن ناس تأخذ هرمون النمو هرمون النمو ممكن سبب احتباس سوائل أيضا ممكن سبب آلام في المفاصل زيادة في السكر أو حتى الإصابة بمياض السكري نرجع حق هرمون التستوستيرون على مثلا الإناث والذكور يظهر حب الشباب إنفعالية وعدوانية وعصبية المراهقين اللي يأخذونه يكون عندهم شجار أكثر يكون عصبيين وعدوانين جسديا أكثر لدى الإناث تدهور أو تلخبط الدورة الشهرية تأثر عند الذكور والإناث فرص الإنجاب ممكن ظهور النمو والشعر بشكل مزعج لدى السيدات وممكن التفدي لدى الرجال فلها مضار المضار مثل ما ذكرت ممكن تصلي الوفا إذا سربت دبحات صدرية أو جلطات فهي فعلا أمور جدية لازم تأخذ بمحمل الجد صحيح يعني دكتورة يمكن بعض الشباب يقول أن مثلا أنا ومجموعة الشباب اللي معي ما حتطلع عليهم هذه الأعراض فمعنى أنه مو شرط أن الأعراض تكون شاملة الكل بس مثلا ما ذكرت النقطة هذه أن الأعراض ما تطلع بشكل سريع تطلع بعض السنوات يعني حتى يمكن إذا توقف عن تناولها هل ممكن أن تطلع بعد؟ ممكن في دراسة أجريت على مثلا عضلة القلب لدى اللي يتناولون هرمون التستوستيرون فلقوا أن الجانب الأيسر من القلب يتضخم بنسبة 20 إلى 25% هذه ما يحطونا في ذهنهم بعد التوقف عن الدواء ممكن تتقلص العضلة بس ما ترجع إلى حجمها الطبيعي تبقى درجة من التضخم في القلب موجودة كان يصبح هناك قصور في وظيفة القلب ممكن إذا استمروا واستمروا يصبح هناك قصور في عضلة القلب وأهم لا يرون الخطر البعيد وللأسف مروجي هذه المواد يروجونها بثقة مطلقة طبعا إذا بيعرض صورة صورة لجسم بطل مفصل وبالشكل اللي كل شاب يحلم فيه أكيد ما بيفكر بالأثار السنوية يتوصل لها النتيجة وبسرعة وإذا دخلت اثنين الجيم واحد واثنين هم نفس الحمية ونفس المكاين ونفس المجهود اللي ياخذ المواد هذه بسرعة جسمه يتشكل فهو أكيد يبين نتيجة فيتحفز أنه سعيا للصورة الجسد وليس سعيا للصحة نحن نبي ثقافة صحة نبي مجتمع صحي ممكن يحصل على هالجسم الجميل المفتول العضلات ولكن بشكل صحي بالتدرج لكن ياخذ وقته ما عليش مستعيلين صحي ولا نتلعب صحتك أنتغلش دكتورة نوال طبعا نبي تعرف على الإجراءات الرقابية التي تتخذها الصيدليات في هذا الجانب الحمد لله يعني مثلا ما تقول نحن مساطرين على الوضع سنة 2018 كان عندنا 598 زيارة تفتيشية في جدول دوري للتفتيش على الصيدليات كان فيها 16 مخالفة من 598 زيارة 16 مخالفة تخص الأدوية ولا واحد فيهم كان تخص الأدوية يعني كمنشطات لأن الكميات أساساً هي أدوية مستشفيات ما تبع في الصيدليات وإن الصيدليات حبت تحط لها هي كميات بسيطة جداً لا تذكر ما تكفي يعني مثلاً أقصى شيء يمكن يحط عنده مثلاً 6 علب وهو اللي بيستعمل حق الجيم وحق كمنشط على الأقل على الأقل في الجرعة الوحدة يأخذ الممكن 10 أبار عشان يعطي المفعول يعني الكامل الموجودة في الصيدليات وطبعاً هي بوصفة طبيعة ما يقدر يأخذها من غير وصفة طبيعة وما في الطبيب ممكن يسمحني نفسه أن يصرفها لواحد عشان كمال أجسام بعد مع وجود وصفة طبيب أكيد أأمن لأنه يمكن بيأخذها بحسب يعني الكمية لا بيستعمل الطبيب يوصفها كعلاج كعلاج لكن ليس كمال الأجسام هذا اللي أقول يعني أنت لما تلجأ لطبيب ويكتبها لك هذا جانب آمن ما أقول أن الدكتور لما يوصفها ويطابع حالة المريض أول ما تبتدي الأعراض لو تطلع الأعراض جانبية لأن الجرعات المحددة هي جرعات آمنة لو تبتدي تطلع الأعراض الجانبية فالدكتور ممكن يتحمل يسوي كنترول عليه وقف صحيح يعني تستسرون نفسه هذا يعالج في العقم حالات العقم عقم الرجال لكن أنا لما أستعمل بأوفردوز كميات أكبر رح يسبب العقم يعطي نتيجة عكسية صحيح أن الجسم قعد يعني مثل ما قولين يسيطر على النواب فيمنق يوقف انتاج التستسرون في الجسم فما في تستسرون فيوصل لدرجة العقم عشان تتحدث حتى مثل ما توقف مثل ما قلت فاطل للدكتورة أنت لما توقفين استعمالها خلاص الجسم وقف انتاج المادة أنها مادة طبيعية موجودة في الجسم فخلاص ردودة أفعال عكسية صحيح دكتورة يعني نحن في فصل الصيف يعني مع الإجازة كثير من الشباب أكيد لأن إجازة فيروحون بطالة صالات الرياضية والجم لكن يمكن الأهل يغفلون عن جانب أن أبناءهم شباب قاعدين يتناولون مثل هذه المنشطات أو العققير كيف يمكن أن الأهل يعرفون أن أبناءهم شباب قاعدين يعني يتناولون مثل هذه الأشياء يعني شون الأشياء الأعراض التي تبدر عليهم وتساعد الأهل أنهم يعرفون هل أبنتي وإنبي قاعدين يأخذون هذه الأمور ولا لا فهذه يبنى إلى منطقة الرقابة في المنزل لأن يكون دور الهيئة يمكن يتراقب من الخارج والأهل يراقبون من داخل المنزل إذا لاحظوا أن النمو العذل سريع في ظهور لحب الشباب مرة واحدة كانت البشرة صافية أو حبة مني حين ظهور حب الشباب مرة مفاجئة إذا كانت مثلا بنت وابتدى يصير فيه خشونة في الصوت ونمو في الشعر بشكل كبير الشباب يكون عندهم عدوانية وحتى يمكن عند البنات يعني يبتدون يقعدون معهم جسة حوار عارف أن تسوح الجم وائد خبرني ساعات يكون ضغط من اللي حوالينهم مثل ما الشباب يشجعون بعض على تدخين على تجريب دوة على تجريب شيء ترى هم يشجعون بعض كثقافة أن أخذ مثلي ترى أنا بسرعة خذيت وصار جسم تذي وشجعون بعض فالحوار مع الأهل الوعي الثقافة بأن الصحة هي الأهم وبالتدرج هذه بعد حاجز مناعة ثانية للمجتمع لأننا نحتاج كل واحد فيهم يكون صاح بالعكس الجانب الرياضي مهم ومفيد وتحديدا في ذي الوقت بدل ما يروح أماكن مثلا ما راح يستفيد منها يروح يمارس الرياضة وصلاة الرياضية ولكن يكون باعتداله بشكل صحي وبعيد طبعا عن استخدام مثل هذه الأمور أنتقل لش دكتورة نوال نبين تعرف على الطريقة اللي يعني كيف يتم مراقبة صرف الأدوية اللي تكون أصلا خاضة على الرقابة الأدوية هذه طبعا هي مجموعة معينة ولما المنفتش يروح الصيدلية يطلب سجل يعني الصيدلي لما تيلى الوصفة لازم يكون عنده سجل يسجل اسم المريض الكمية اللي صرف له والطبيب والتاريخ إذا كان مثلا المريض محتاج أنه يكمل على الوصفة فرضا مثلا كتب علاج ثلاثة شهور المريض يخذ شهر مثلا يكتب له في الوصفة أنه مثلا تخذ علاج شهر واحد ومن الصيدلية الفلانية يختم ويوقعها هذا يكون على المنشطات يتم اعتماد على المنشطات لا يوجد منشطات تبع في الصيدليات أبدا بس العقاقير العقاقير فقط هي أثاثة ليس علاج فما تبع ولد طبيب يكتبه كمنشط لشخص عشان جد يعني الجرعات تكون محددة نعم دكتورة هناك في مضاعفات خطيرة يعني تصدر يمكن من جسم الإنسان لما تحديدا يتناول أو يتعود على مثل هذه المواد وبعدين يوقفها مرة واحدة شنو هي الأعراض اللي ممكن تطلع أو تبتدي تظهر فيه الشخص اللي يتناول مثل هذه الأمور ممكن بعد توقف هذه الهرمونات بشكل مفاجئ الجسم يهزل بسرعة يعني يكون جزء من البنيان العضل مبني بشكل سريع وينزل بسرعة فعلا ممكن السوائل تنحبس في الجسم ممكن يصير لهم مثل زيادة في كتلة الجهون في الجسم وممكن هرمونات أخرى تتأثر وممكن إنتاجية مثلا القدرة على الإنجاب تقل فهذه من أكثر الأشياء التي تحز في خاطرهم بعدين لما يبحثون عن طبيبة مثلي أو أطباء زملائي في نفس الإختصاص أحين هم أخذوا هذه المواد ويبحثون عن حل والحل عادة يكون بالامتناع وأخذ أحيانا بعض الأدوية التي يمكن تعكس النتيجة والصبر على أن نشوف أن النتائج تنتهي للأسف بعضهم يطلبا للمساعدة على أساس أنهم بعد يوصلون ويبون دورنا كنعالج الأعراضي الجانوبية لأن لأن لديهم فعلا انهوس أن هذا الموضوع يستمر وبناء الجسم يستمر دكتورة لميت شخص مثل هل نوع قلت أن أنا قاد أعاني من أعراض انسحابية بس أبي علاج ولكن أبي أواصل كيف تتعاملين معه بالتثقيف والتوعية ونقعد معهم جلسات مطولة ونشرح لهم بالضبط لم يقتنعون ولما أنت تتعاملين الشخص أنه هذي هذي أخوي هذي والد عمي هذي جاري هذي فرد من المجتمع نقعد معه طول الوقت نهوي يقتنع فكل شخص طبعا لا أسلوب بالتعامل ولما فعلا يشوفون موثق في تحاليلهم تشوف قبل كنت تشوف الحين واشتغل معي وتشوف ما إن شاء الله بإذن الله تصير يصير عندهم هذي عامل الثقة ويرجعون ويتابعون للأسف في حالات فعلا علاجها يطول وفعلا في حالات الإنجاب عندهم تعثر بشكل يعني مؤسف هي التي تجعل عندنا الدافع أن نخرج معكم ويشكركم على هذه الاستضافة لكي نوعي الناس أن أنتو عندكم فرصة إذا سولت لكم أنفسكم أو أحد حاول يقنعكم أو يخدعكم لا تنجرون الحالات التي تيج هل ممكن يعني يونج بعد فترة أنه صار عندهم وعي مستقبلا وقررنا هو يوقف بس خايف أنه تطلع علي أعراض انسحابية فهل يونج مثل هذه الحالات؟ يونج ونساعدهم ندعمهم طبييا ونساعد أنه أي خطأ صار ممكن بإذن الله الجسم جزء مني تعافى بنفسه بس نساعد في تسريع العلاج لكن ننبه بعد على نقطة يمكن ذكرناها أنه أحيانا للأسف إذا حملة مرأت علي حال بهالشكل بس تذكر في المراجع الطبية لو صار مشاركة إبر لأن كثير منها إشياء حقن فممكن انتشار فيروسات مثل فيروس الكابر الوظائي B أو C وحتى نقص المناعة المكتسبة هذه نقطة مهمة في ناس يمكن يخفلون أنا أخذ هذه الإبرة في وين ومن من مؤهل أهو هاي إبرة نظيفة أم لا وغير أحبط في نقطة بعد للدكتورة أن طريقة استعمال الدواء نفسه يعني يمكن الإبرة تندخذ في العضل هو رح يعطيها في الجلد وين يستعمل وشون يستعمل نوع الإبرة نفسها هل الشخص الذي يعطي الإبرة أصلا متمرس أو مختص هل يتبع صالب التعقيم وطريقة تعطيها الإبرة صحيحة طبعا أنه طبيب ولا ممرض ولا يعني علاقة بالمجال الطبي صحيح بس أهم شطار في إقناع الناس أهم عندهم صدر على إقناع بصراحة دكتورة يعني لما تشوفين الأجسام المثالية والطالعين مثلا طريقة تركيبها كل شخص يتمنى أن يحصل هذا الجسم المثالي فأيا أنا عندي أن الصورة أبلغ من ألف كلمة صح سرعة يعني أصلا ما يحتاج تعبوا النفس أنا أتمنى أن تقدر ولكن فيه يعني فيه طرق صحية وسليمة أن أنت تنشي عليها دكتورة نوال أنتقل لش طبعا أنت ذكرتين نقاط جدا مهمة عن طريقة أو الدور الرقابي طبعا للهيئة فيما يخص الصيدليات وكذلك شرحتي لنا بشكل يعني مفصل تشكرين عليه عن كيف يتم طبعا مراقبة الأدوية في الصيدليات لكن في مواقع التواصل الاجتماعي كيف تتم عملية الرقابة نحن لما نرصد أي موقع يبيع فدورنا نحن نحن نحول من قصف الجرام الأكترونيهم هم يقومون بالإجراء يستدعون الشخص طبعا ويتحققون معه فأنا مجرد دور لك لأننا عندنا في موضوع ثاني وهو موضوع الطرود الشخصية توصلنا عن طرود الشخصية وفي حالات كثيرة بمعنى يعني معظمهم طبعا يستوردها عن طريق البريد أو عن طريق المصاف رياي يبمعها كمية يبمون كميات يعني كمية بسيطة كميات للبيع طبعا يوقفونه في المطار لأن كقانون أي طرود الشخصية لازم تمر على الهيئة عشان تصرح لها فلما تدأنا هالكميات كميات العلاجية معروفة بيكون عندك كمية بسيطة وعنده وصفة تعرف أن هذا مريض يحتاجه كون مثلا المصافر وقاعد يتعالش يبقى دويته معه ويجاء لكن يبيستعملها السائث كمنشق كميات تكون كبيرة ففي هذه الحالة أنا أضطر في حالات فعلا حولناها للنيابة الإجراءات التأديبية هل يتم تحويلها طبعا للنيابة هل يتم أخذ عليها أي مثل ما نقول رد فعل عليها فعلا في حالات عندنا في أحد الصيدليات كانت للثورة ذات دواء مصرح كدواء هرمون نمو كان كان كمية كبيرة أكثر من حاجة البلد بكثير اضطرنا نحولها إلى لجنة تأديب وللأسف ما تعاونوا معنا أننا ما قدر يثبت لنا أنها باع على الصيدليات مستحيل كان يبيع الكاميات هذا على الصيدليات ما رضي يعترف فحولناهم للنيابة وفي نفسه خلنا الإجراءة التأديبية ضدهم سكاننا الصيدلية سنة كاملة وسحبنا رخصة صاحب الصيدلية كصيدلي ممتاز يعني جانب التأديبي جدا مهم يعني هذه صحة أبنانا عندنا أكثر من حالة حولناها وصدر عليهم حكم جنائي ممتاز يعني أغلى ما عندنا هما أبنائنا والصحة بعد أغلى ما نملك فيعني حرام أنه يتم ترويج مثل هذه الأمور يعني بالذات لشبابنا علشان يحصل على جسم مفتول العضلات وانت تقدر أن تحصلها ولكن يمكن يببلك وقت حتى لو تطول ولكن صحتك بتكون إن شاء الله ممتازة نعم دكتورة دلالي يعني شلون نقدر نقنع أبنانا الشباب أن اللي يبغي يحصل على الجسم المثالي ولكن في نفس الوقت يحافظ على صحتها أنتوا أنتوا كأطباء الحالات اللي يأتيكم كيف تقنعونهم أن أنت تقدر توازن بين جمال الجسد والصحة نحن دائما في مملكة البحرية نسعى أن ننقل الأمراض المزمنة من ضغط من سكاري سمنة وحتى السرطان بعيد الشر فلوصول لهذه الهدف دائما نركز على تغذية سليمة ونمط الحياة الصحية بالرياضة طبعا كل المبادرات اللي في الدولة ومبادرات سمو الشيخ ناصر مثلا الحين بمئة ملعب في كل منطقة هذه كلها أشياء يشكرون عليها طبعا لأن تحفز المجتمع إلى ثقافة الرياضة ثقافة الحياة الصحية وهي اللي إن شاء الله بتوصلنا للهدف أن كمجتمع أن نكون صحي أكثر وفي كثير من البرامج في وزارات الصحية نشكرهم عليها مثل الصحة المدرسية في واحدة متنقلة من كل إيرلندية تروح للمدارس تعلمهم أنه صحي بالرياضة والأكثر الصحي فهذه نشأ كامل ينشأ على أن الحياة الصحية هي الأساس على هذه الأسس ونن تكلم جسم مثالي نتكلم صحيح صحيح وأنا أضيف شغلة ترى حتى في مجوعة كبيرة من شبابنا عندهم الوعي أحيانا لما تربطني فيهم مثلا نقاشات عن الأطعمة يعني ما شاء الله عليهم عارفين ومدركين كيف يمكن ينتجون لهم وجباتهم يعني تكون متكاملة من الكارز من البروتين فيعني أحسنا فيه وعي بالنسبة للمحافظة على الجسم كل جسم شنو يحتاج له اللايف ستايل الحين اللي إحنا قاعدين نعيشه فيه وعي فيه اهتمام بهذه الأمور وهذه الجوانب حتى لو تشوفوا مثلا على مستوى المحلات اللي موجودة في مملكة البحرين أو المشاريع الصغيرة أقلبها يمكن يمسكونها أو صحابها يكونوا شباب مهتمين بصحاتهم ويبيعون نفس الأشياء صحية وأشياء صحية مختص في الهرمونات في الغدد السماء السكري خلي شوف خلي شوف إذا فيه فعلا جانب يحتاج علاج أكيد كلنا نحتاجها دكتورة نوال والله فيه شباب كثير قاعدة يطلب حتى المكملات الغذائية عن طريق الإنترنت وهي خطر جدا 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 المواد هذه لا هي مضمونة طريقة تصنيعها ولا تخزينها وشين المواد اللي فيها يعني يقول لما أنا يطلب يجيني يقول أنا بروتين أنت ليشتمنعيني طيب البروتين هذا إيش فيه صح كثير من الحالات اكتشفنا أن البروتينات هذه فيها استيرويد فيها منشطات مخشوشة أنت ما تعرف عنها لا يقول أنت شوفي المكتوب على شهر فيتامين ما على هي فيتامين لكن شو ما مع الفيتامين وهل جسمك أصلا يعني يتناسب أن تأخذ هذه المواد ولا لا كل جسم يختلف بفعل يعني حتى البروتين نفسه أنت شكتر تأخذ هل تتحتاج كثير من البروتين تأخذ صحيح نعم يعني يمكن مشاهدين الكلام اللي تكرت بدكتورة نوال ودكتورة دلال أيضا احنا فعلا اليوم شبابنا محتاجين إلى توعية أكبر في هذا المجال خصوصا اللي يصدقون بسرعة مثل هذه الأمور وضروري أنهم يكونون يعني حذرين ووعيين فيما يخص طبعا صحاتهم الصحة أهم ما نملك وشبابنا أهم ما عندنا في مملكتنا والله يحفظ إن شاء الله كل الشباب كل الشكر لكم شكرا دكتورة دلال الرميحي والدكتورة نوال شعبون شكرا لكم على كمية المعلومات اللي فعلا قيمة واستفدنا منكم ويعطيكم ألف عافية شكرا شكرا مشاهدين الحين راح نطلع فاصل قصير وبنرجع نواصل معكم بقية فقراتنا فخذكم معنا وانتظرونا اشتركوا في القناة